اشتركوا في القناة إبراعيل ألم بيك يا مهندس ألم بيك عزائي المشاهدين وما وعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة تمنمية تلاتة وسبعين لم فيها المهندس عدلي على قد ما احنا متأخرين لم لم كتيرة والخيرة والتأخيرة والإيه ده كله البداية بس أيوة لا يمكن ان احنا ننفصل عن المشهد اللي بتعيشه بلدنا النهاردة آه وأنا كنت يعني في مشوار في العاصمة الإدارية وفي الطريق وانا راجع وشايف ان فيه تكريس لعمل شعبي وان مسألة ان في هذا التوقيت يحصل هدنة في المشهد بتاع غزة المؤلم آه مشهد يعني تستحقه أو يستحقه هالي غزة في هذا التوقيت على الأل اندخلهم بعض المساعدات عشان يقدروا يتحملوا مواقعات من أيام ولكنه أيضا اسرائيل ما بتعملش حاجة كده الوجه لا والقيادة عندنا والعالم كله شايف الهدف من عملية سحق غزة وتحطيمها إيه وربطها بالمشروع اللي هو القناة الموازية اللي عايزة تربط من خلال اسرائيل وتختار غزة بالإضافة إلى الحلم الأديم ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء والذي يعني قوبلة بالرفض من كل قيادات جاءت إلى مصر مجرد الترميح ما عاد في فترة معينة كانت الصفقة إنها تم أو كادت الصفقة إنها تم لحد ربنا يعني رجع مصر لأهلها النهاردة مصر على قلب رجل واحد بتقول كلمتها لا يمكن حنقبل بالتغيير القصري بتغيير خريطة مصر تحت أي ظرف من ظروف ولا يمكن أن يقبل بالزج وإنهاء القضايا الفلسطينية لا الفلسطينيين موفقين على إنهاء القضايا بهذه الصورة بدعفهم إلى خارج أرضهم أو مصر حتقبل حد يمس سيادتها وتغيير الجغرافيا بتاعتها ده من جانب ولذلك كان فيه يعني تأييد شعبي شافوا أستاذ القاهرة وشافوا أستاذ العصمة وشافوا تأييد شعبي على كل أصعادة وقبل كده إجماع من نواب الشعب على رفض هذا الكلام وكلنا مع قيادتنا وجيشنا رجل واحد ما فيش حد عنده طرف الاختلاف على هذا الاستفاف لأن مصر ساعة الجاد وحدتها هي اللي بتخليها تعدي كل الصعاب بالظبط ده على المشهد العام ولكن على التأخيرة أنا وحضرتك الموضود كنا نطلع نهاردة الساعة عشر طرعين تقريبا الساعة اتناشر ولكن طلعين وإحنا مش متضيقين من تأخير رغم إن إحنا كنا قاعدين نتنطط هي دي اللي كل تأخيرة وفيها خيرة كل تأخيرة وفيها خيرة كل تأخيرة وفيها باسكت لأن الحقيقة ماتش الباسكت النهاردة العودة تقريبا من شبل مستحيل أنت خسرا بما يوش بالاكتساح الماتش اللي فات لحد ستين في المية من الوقت أنت متأخر بفارق كبير ولكن رجال الأهلي تذكروا أسميهم وتذكروا اسم النادي الأهلي واستطاعوا أن يقلبوا التأخر إلى عودة ثم تفوق كاد أن يحسنوا هالأهلي في الوقت الأصلي لكن ليه لازم نتعذب أنا وإنت ونقعد نستنى وقت إضافة فقاعدين بره يا جماعة وإحنا بنقول بقى ما هي لو كتعايزة تمشي كتمشت في الوقت الأصلي صحية ولكن يأتي النادي الأهلي ليلقي بكلماته في الوقت المناسب عودة رائعة ليضرب موعدا مع برضه يعني ما يشبه المفاجأة أن اسموحة تقصي سبورتنج وتصل إلى أيضا طب هي يعني المباراة خلصت 85-79 وزي ما أنت بتقول فيها يعني الدراما عالية جدا لا ملحمية والاتحاد منافس قوي جدا وكان كسب المباراة الأولى إنما النهاردة ولاد الأهل الشباب ما شاء الله يعني الشباب تحت 18 كرروا الفوز كان المباراة الأولى كسبوا 79-56 النهاردة كسبوا 63-57 يعني المباراة انفوز كسح لشباب الأهلي وبالتالي كانت درع على الفريق الأول الفريق الأول خسر المطش اللي فات وزي ما المهان سعدلي قال كان فرق سكور كبير النهاردة الحياة مباراة مباراة فيها ميلو دراما عالية قوي 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 إلى أن انتهت 85-79 سموحة كمان أقصى سبورتنج عشان يصعد الأهلي وسموحة لنهاء دور المرتبط لسه التحاد السلة محددش موعد المباراة النهائية لكن أعتقد أن أنت بدأت تستعيد بقى بطولات الموسم اللي فات على المستوى الفردي والدفاع أفضل نسبية دلوقتي لكن عايزة أقول حاجة برضو مستوى النادي الأهلي هو النهاردة واحدة من أفضل المطشات أي لأن يعني الاتحاد برضو ده الاتحاد سكنداري يا جماعة وستنادي كبير الاتحاد بادي كويس قوي فأنت بعد مخسرة موطشين سبورتينج والناس تشأمت استطعت أن تكتاز الزمالك استطعت أن تكتاز الاتحاد ومليهم سموحة ودلوقتي اكتازت الاتحاد مشيت في الطريق الصعب وصولا إلى المباراة النهائية أمام سموحة ولكن أنت ذكرت المرتبط إحنا يعني لازم نشيد بهذا الفريق مخسر شي مباراة طول البطولة اي هو كان العنصر دائما المرجح ودي المحترف بتاعنا ساعات يدي أمارات كده عشان الناس كلما تتساءل يقول لهم لا أنا موجود مباراة طيبة 85 79 نتيجة كويسة في المكسرة طايم في ظروف الماتش النهاردة كمان بس الظاهرة الملفتة للنظر الفري شوتس اللي من ضياحها كتير قوي رميات الحر تعيب أكبار يعني تعيب يا رب نسترد مستوانة لأن البسكت يعني كان عامل موسم خرافي نرجو تكراره هذا الموسم إن شاء الله هو المباراة النهائية تتلعب في صالة الدكتور حسن مصطفى في القاهرة في مدينة 6 أكتوبر حسب لايحة البطولة يعني لايحة البطولة أنه السيمي فاينال في برج العرب والفاينال في القاهرة أي أن كانت أطراف المباريات فحنشوف التحاد السلة يحدد معاد الفاينال يبقى إمتى إن شاء الله مبروك لرجال كرة السلة وأعتقد أوجست بوش يعني لما غاب عن المطشي اللي فات وفي المدرج بيفرق كتير لا مؤثر مؤثر ولو أن الجرحي يعني قاد المباراة الثانية بتاعت الزمالك بشكل رائع لكن أيضا ما هو أنت قعدت الكوتش وهبته مع اللعيب ومع الأجواء المباراة يعني بتحسسك أن نقصك حاب الجرحي ده أنا بقول لك مشروع مدرب وطني رائع تستطيع أن تراهن عليه إن شاء الله بالحقيقة برضو من داعمي كرة السلة واللي دايما كان بيبقى موجود في الصالة خلف الفريق الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي واحد من مجلس الإدارة اللي متفاعلين كان دايما مع كرة السلة ومع ألعاب الصلاة ألف سلام عليه وحر الدعوات في ليلة الجمعة من حضراتكم إن شاء الله تعالى ربنا يتم فضله ويشفل الأستاذ العمري ويرجع سليم وعافى بإذن الله إن شاء الله تعالى طيب الحلقة 873 نقول لكم أبرز العنوين البداية ميديامة جلوب سكر وحكاية جديدة في تقدير الأهل عش الناوي القفاز الزهبي شبير عتاب وعتزار وأخيرا أنت بتلعب بالنهار ده محتوى حلا أنت ببارك حاجات كتيرة طيب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهاردة حدد معاد إرسال القوائم الخاصة بكاس الأمم الأفريقية كلنا عارفين إنه كاس الأمم الأفريقية 13 يناير إن شاء الله تعالى في الكود ديفوار منتخب مصر تأهل بعد ما حسم كمان صدرت مجموعته في تصفيات كاس العالم ده آخر تجمع للمنتخب الوطن المنتخب يبدأ المعسكر اللي جاي 2 يناير في الاستعداد لكاس الأمم الأفريقية الكاف حدد معاد 14 ديسمبر معاد للمنتخبات المشاركة تبعت القائمة الأولية لها القائمة الأولية هيبى فيها 55 لاعب في موعد غياته 14 ديسمبر بعد كده قبل البطولة بعشر تيام كل منتخب هيقلص القائمة من 55 لاعب ل 23 لاعب لكن هيحقل كل منتخب يضيف أربع لعيبة يبقى عنده 27 لاعب بالشرط أن الأربع الإضافي يخدهم على حسابه إقامتهم وتذكرهم على حساب الاتحاد الوطني إذا رغب اتحاد الكورة متوافق على كده أنه يشوف روي فيتوريا يختار 23 ويختار 27 الأربع يكونوا على نفقة الاتحاد لأنه يكون معاك في بطولة زي كده 27 لاعب يفرق كتير ما هم مشرحين برضو يعني تكريم لأن إلا قدر الله حصلت إصابة مفاجأة يقتنع بيها الاتحاد ممكن تستبلد تستدل منهم حد بالضبط كمان المجلس أبوظبي الرياضي اللي بيستضيف بطولة كأس السوبر المصري في نظامها الجديد اللي حيكون من خلال أربع فرق الأهل بطل الدوري والبرامدز الوصيف بتاعه وفيوتشر الثالث وسيراميكا بطل أو فيوتشر الرابع وحل محل الزمالك الموقوف كان ثالث وسيراميكا كيلوباترا بطل كأس الرابط مجلس أبوظبي حدد الجدول بتاع البطولة كان الأول فيه فريق هيلعب 24 وفريق هيلعب 25 قال لك لا المطشين الأولينيين يوم 25 ديسمبر يبدأ يبدأ برامدز وفيوتشر مع بعض الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة يوم 25 وفي نفس اليوم سبع مساء الأهلي وسيراميكا بطل الدوري مع كأس الرابط الفيزين هيلعبوا مع بعض النهائي يوم 28 الساعة 7 وحيسبقها الساعة 3 مباراة المركز الثالث إذن ده جدول كأس السوبر الأهلي هيروح على كأس السوبر مباشرة إلى أبوظبي من الجدة حيكون مشارك في كأس العالم للأندية ونتقل منها إلى جدة إلى أبوظبي إن شاء الله كل التوفيق للأهلي وكل التوفيق للمنتخب الوطني بإذن الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف البداية ميديامة إزاي أهلا بحضراتكم من جديد خلاص الأهلي استأنف تدريباته ورجع علشان يلعب ضربة البداية مع ميديامة البداية مع ميديامة في دور الأبطال الأهلي بيدافع عن لقبه كبطل لدور أبطال أفريقيا من خلال المجموعات الأهلي في هذه المجموعة معه ميديامة الغاني ومعه يانج أفريكنز التنزاني حيكون في الجولة التانية والجولة التالتة عنده شباب بالوزداد ده جانب من مران النهاردة وكابتن خطيب حرص على زيارة الفريق في ملعب التيتش والشد من أزر اللعيبة والاطمئنان من مستر مارسو الكولر وكابتن خالد بيبو على حالة الفريق وامتبعتهم في التدريبات اللي بكرة إن شاء الله الأهلي حي يستأنفها ويختتمها ويدخل معسكر استعداداً للمباراة المباراة هتبقى يوم السابت الساعة تسعة مساء إن شاء الله في ملعب السلام لأنه أستاذ القائرة اتقفل للإصلاحات فالأهلي اختار يلعب المباراة في ملعب السلام إن شاء الله كل التوفيه بإذن الله بشواندس والمباراة طاقم تحكمها حيبقى من مالي لإدارة هذه المباراة بقيادة بوبو تروري وبيعونه موديبة سماكي وأمادو بيالي والحاكم الرابع المالي إبراهيم كيتا طبعاً طاقم تحكم بلديات أليو ديانج أنا بس عايز أعلق يعني كل ما نحتاج ما قال الأستاذ في التوقيت الحارج ما بنلقهوش يعني وهو بيفرق معنا يعني إحنا الديمينشن وأبعاد ملعب الأستاذ وهو كملعب النادي لالي بيرتاح لللعب فيه جدا ولكن قدرنا بقى كده فريق ميدياما ده أستاذ إبراهيم هو فريق غامض ويبدو أن إحنا قدرنا دائماً قابل الفرق تبقى اكتشافها من خلال الأهلي لو تذكر أن ينبا كانش حد يعرفه نجيري برضو مع النادي الأهلي و ده بطل غانا ما حدش أستطيعين بيه ومجموعتك مجموعة متوازنة جداً يعني مجموعة وشباب بالوزداد الجزائر وشباب بالوزداد ثلاثة فرق من العيار التقيل يعني الناس اللي هي متعودة أنها تسمع عسمها معينة لا الفرق دي فرق يعني ينبغي أن احنا نحقق بدري بدري نتائج طيبة معاها لأنه ما فيهش حصلات الفرق دي كلها عند فرص الجولة دي بيبدأ مع ميديامة الجولة التانية حيسافر لتنزانيا يواجه يونج أفريكنز ويرجع يلعب شباب بالوزداد هنا وبعد كده مباراته مع شباب بالوزداد في الجزائر مقرونة ومرتبطة بالموقف من الاستمرار بإزلا تعالى في كأس العالم للأندية في جدة إن شاء الله شايفين الشناوي ومصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباع الحراس أعتقد يطمنه جدا على مرمى النادي الأهلي مؤكد يعني كلنا شفنا مصطفى شبير ودولاتي خلاص قضية إن إحنا يعني نقلق وحمزة علاء وحمزة يعني ما شاء الله حارس المنتخب الولمبي وناس كلها بتشيد به وكل الناس شايفة إنه حارس مستقبل مصر يعني وطبعا مخلوف كلنا عارفين مكانياته مصطفى موهوب مش مصطفى مخلوف كلنا بتؤكد إنه واحد من المواهب قليلة العالية جدا الصعيدة يعني يعني لا ما عندناش مشكلة بإذن الله في حراس المرمى نتمنى إنه هم كلهم ربنا يوفقهم ونشوفهم في أحسن صورة بإذن الله كابتل خطيب في جانب التمرين حضوره في التوقيت ده مهم والراجل بيحاول ما تخلفش أبدا يعني هو راح خطحه نفيه ورجع تاني يحضر الجامعة العمومية ويحضر التمرين عشان يعني حجم شغله كتير وحجم المطلوب منه في رعاية صحيته كتير برضو مش قادر يافي بالطلبات الدكاترة منه يعني أنت محتاج راحة يقول له حجبها إمتى وإزاي فهو يعني يعرف أنت بيرمم على قد ما يقدر لحد ما تتح الفرصة بإذن الله أنه ياخد الأجازة اللي يقدر يحصل له سشفاء منها إن شاء الله طيب نطلع نشوف هذا التقرير الأهلي ومديامة وضربة البداية على بركة الله يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا بمواجهة غامضة أمام فريق مديامة الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت بملعب استاد السلام حيث لم يسبق للمارد الأحمر أن تقابل مع نظيره الغاني من قبل تاريخيا تقابل النادي الأهلي مع الأندية الغانية في المسابقات القارية ست عشرة مرة حقق الفوز في ست وخسر خمس مباريات وتعادل في مثلها وسجل واحدا وعشرين هدفا واستقبلت شباكو ثلاثة عشر هدفا ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم لجانبه كل من شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني ويدخل المارد الأحمر المباراة متسلحا بتاريخه وجماهيره التي تعد اللاعب رقم واحد أمام فريق تم تأسيسه في عام 2008 بحثا عن ضربة بداية قوية في دور المجموعات والتي يشارك فيها للمرة الحادية والعشرين في تاريخه وللمرة التاسعة على التوالي كأرقام قياسية للأهلي في البطولة القارية كان نادي القرن الإفريقي قد تاهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة إيابة وثلاثية ذهابة واستعد الشياطين الحمر للمباراة جيدا عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي منحها مارسيل كولر المدير الفني لللاعبين لمدة سبعة أيام عقب مباراة الجونة في الدور الممتاز حرصا منه على عدم إجهاد اللاعبين في ظل ضغط المباريات التي يعاني منها الفريق في الموسم الحالي وبمواجهة الفريق الغني يخوض مارسيل كولر مباراته السابعة عشر في دور أبطال إفريقيا حقق الفوز في إحدى عشرة مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وفشل في تحقيق نتيجة إيجابية في مبارتين فقط على الجانب الآخر يدخل مدياما الغني اللقاء بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي القرن الإفريقي وصاحب الأرقام القياسية داخل القارة السمراء رغم صعوبة المهمة وفارق الخبرات بين الفريقين كان الفريق الغني قد استهل مشواره في دور أبطال إفريقيا بتخطي عقبات ريمو ستارز النيجيري في الدور التمهيدي بالفوز في لقاء الذهاب بنتيجة واحد صفر في غانا والخسارة بنفس النتيجة في لقاء الإياب قبل أن تبتسم ركلات الترقيح للفريق الغني ويتأهل للدور التالي بركلات الترقيح بنتيجة ثلاث اثنين وفي الدور الثاني تخطى عقبة حوريا كوناكري الغني بالفوز في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاث واحد قبل أن يخسر في لقاء الإياب بنتيجة اثنين واحد ليتأهل إلى دور المجموعات بمجموع المبارتين طيب هو لدي يعني تتضح من نتيجه أنك متعرفش تقيمه لما تشوفه تخطى بطل ناجيريا بعدين حوريا كوناكري اسم الأشمال اللي هي عريق وصاحب خبرة في البطولة فيتجاوز ووضح أنه على أرضه بيبقى بيكسب خارج أرضه برضه ما بيقاش بيخسر بسهولة يا واحد صفر يا اثنين واحد ففريق نتائجه أفريقيا أحسن من نتائجه في الدورة بتاعه حتى الآن هو فريق غامض ما كناش نحب نقابله بعد عودة وراحة وإحنا لسه ملعبناش أي ماتش رسمي يعني مش عارف ليه تملي الظروف مش خدمة علينا كده لكن نتمنى أن احنا المباراة بترايحنا الأولى علشان نقدر تبقى نقطة انطلاق جيدة دي مسألة مهمة جدا خاصة لما ناخد بالنا أنه تصريحات الجهاز الفني لفريم دياما كلها ثقة وأنهما بيقولك احنا وثقين حتى المدرب وثقين أن احنا مش هنخسر من الأهل فواضح جدا أنه قاري الأهل ومذاكره كويس قوي وعارف الظروف وأعتقد مستر مارسل كولر حاطت إيده كمان على الفريق الغاني بشكل جيد الفريق الغاني مدرب ومدرب وطني الدوتي ده راجل عنده 59 سنة بيدربهم من مارس اللي فات مسك الفرق في 28 مباراة فاس في 16 وتعادل في 3 وخسر 9 مباريات سجل معها الفريق 42 هدف واستقبل 29 هدف 22 هدف في 28 مباراة 42 هدف 48 مباراة ده معدل عالي هو كون أنه يبقى بطل غانا هو فريق حديث يعني 2008 بالضبط إنما فريق حتى جرى تكوينه واشترى الرخصة من فريق تاني كان موجود فواضح إنه فريق استثماري بادئ إنما نلاحظ إنه حتى القيمة السوقية بتاعته يعني الأهل أغلى القيم السوقية في البطولة لقيمته السوقية 30 مليون يورو 30.45 مليون يورو هنلاقي ميدياما يدوب 2 مليون تقريبا هو من أقل الفرق في البطولة بالضبط 2.4 مليون يورو الأقل منه أو لا هو تقريبا ينجى أفريقا و4 من 10 مليون يورو لو بصنا على المجموعات هنلاقي مجموعة الأهل المجموعة الرابعة إلى حد كبير متوازنة لكن في مجموعات أقوى شوية المجموعة الأولى مازينبي الكنغولي وبرامدز ونوازيبو الموريتاني وصانداونز فبرامدز ما بين مازينبي وما بين صانداونز ومعاهم كمان نوازيبو الموريتاني برامدز هيبدأ الجولة الأولى مع مازينبي المجموعة الثانية برضو مش سهلة لأنه فيها الوداد المغربي وسيمبة التنزاني واسك مموزة الإفواري وجواتين جالاكسي البيتسواني فحيبقى مثلا الوداد وسيمبة واسك هي دية القوى الطبيعية في المجموعة الثانية المجموعة الثالثة عربية بامتياز لأنه التراجي الرياضي التونسي معاه النجم الساحين التونسي والهلال السوداني ورابعهم بيترو أتلتكو الأنجولي مجموعة قريبة جدا فرصها كل الفرق عندها فرص مجموعة متقربة تكد تكون يعني أكثر الفرق وضوحا يعني كلها فرق معروفة بيترو أتلتكو الهلال والنجم والتراجي الهلال يتعرف مستوى بيترو أتلتكو عارف مستوى النجم والتراجي عارف مستوى فما فهمش فرق مجهولة اتحيارك لكن أربع فرق كلهم عندهم نفس الحضور ده دور الأبطال السناد اللي الأهل بيدافع عن لقبه فيه هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ما تخافش على الأهلي ما تخافش على الأهلي لأن الحقيقة ده مصنع الأبطال الحقيقي ممكن الناس بتبقى مركزة شوية في الكورة أو مركزة كتير في الكورة ودلوقتي في الباسكت والهندبول وغيره لكن في الألعاب الفردية يا جماعة القال بيعمل إنجازات مش طبيعية بالذات في تينس الطاولة تينس الطاولة ما شاء الله لما تلاقي الولاد والبنات المراكز الأولى في أفريقيا الفردي والزوجي والفرق حتلاقيهم كلهم ولاد وبنات الناد اللي وأصحاب التصنيف الدولي الأقرى الأعلى واحدة من النوابغ المعجزات هنجودة هنجودة الطفلة المعجزة في تينس الطاولة من سنة 12 سنة يعني أنتم متخيلين أنه الأهلي كان بيأثروا لها الطرابيزة عشان تقعرف تلعب أعتقد اللي عملها هنجودة إنجاز ما بعده إنجاز الجديد بتاعها أنه بتترشح لجائزة محمد بن راشد المكتوم في الإبداع الرياضي الجائزة الحقيقة يعني فيها ترشحات كتيرة جدا أعلنت عنها اللاجنة الخاصة بالجائزة في الإبداع الرياضي وأعلنت أسماء الفائزين في الدورة الـ 12 تصدر قائمة الفائزين شخصيات قيادية وصناع قرار من الإمارات والوطن العربي والعالم وإداريين أثبتوا جدرتهم وأبطال وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة نال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية حيث يرعى الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى بينما نال بأجياني إمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشخصية الرياضية العالمية باعتباره قاد أكبر اتحاد رياضي دولي إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتبني الممادرات والأفكار لتحقيق المزيد من النمو والانتشار ونال الشيخ طلال الفاد الصباح رئيس المجلس الأولم بالأسيوي جائزة الشخصية الرياضية العربية فئة الرياضي الإماراتي فاز كل من سالم حمد الكدبي لحصوله على زهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل خالد محمد الشيحي نال أيضا الميدالية الزهبية في بطولة العالم الإدارة الإماراتي فاز بها عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الأسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لنما الحقيقة المؤسسة الإماراتية فاز بها نادي دبي للسباق الخيل لإنجازاته فئة الحكم العربي فاز بها بشرة كريوب المغربي بشرة كريوب المغربية لكونها أول حكم عربية تقود مباريات في نهايات كاس العالم لكرة القدم للسيدات المغرب الحقيقة مش سايف حاجة خالص كما كانوا ضمن طاقم حكام نهائي كاس أفريقيا للرجال في عشرين تلاتة في عشرين واحد وعشرين وقدرت نهائي كاس العرش المغربي للرجال عشرين تلاتة وعشرين بشرة كريوب واضح أنه حكمة هتزاحم الرجال بتعنم ثم كانت طبعا المعجزة المصرية والأهلوية هانا جودة اللي بتنافس في جايزة حصولها على زهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط في تونس عشرين اتنين وعشرين كاز فازت كمان بزهبية وفضية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب في البرتغال عشرين واحد وعشرين المصنفة التانية عالميا في تنس الطاولة تحت سبعتاشر سنة فالحقيقة عاملة إنجازات كبيرة جدا أعتقد هانا جودة تستحق المنافسة بقوة على جايزة أفضل رياضية عربية فعلا لإبداحها الرياضة الكبيرة يعني هي طبعا ظاهرة مفيش شك إن هي وبعدين ماشي يا أستاذ إبراهيم يعني أنت ممكن تيجي تقول إيه طفرة على مستوى الناشئين الناشئات لكن بتقطحم عالم السيدات وتعمل مكانة محترمة جدا وبتحقق تلتشلها بطول السيدات من بطلات عريقات واسمها موجود والله تستحق جدا مش مجرد تراشح وأيضا تستحق الفوز بإذن الله طب نشوف هذا الفيديو التنشيطي والترويجي لهانا جودة أنا هانا جود بطلة العالم في تنسطولة ناشئين تحت 15 سنة الزوجي والزوجي المختلط وكسرت مدالية الفضية فرد الناشئات تحت 15 سنة كنت أظهر لعبة تكسب بطولة أفريقيا للسيدات في تنسطولة سعيدة جدا أن أنا تأهلت للمرحلة النهائية من التصويت للفوز بجائزة محمد من راشد المكتوم في فئة أفضل ناشئ عربي استني أدعموك وتصويتك إليه من خلال موقع وتطبيق الجائزة يعني دي لمحة من إنجازاتها وبصوتها عشان ناس تعرف مين هي وتدعمها 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 بإذن الله طيب في سبيل الجوائز نشوف بقى جلوب سكر وحكاية جديدة في تقدير الأهلي لأنه الحقيقة الجوائز العالمية اللي بتسعى للنادي الأهلي والاستفتاءات الدولية الكبيرة دايما تلاقي فيها النادي الأهلي وكل حتى الإحصائيات لما تيجي تعمل أي إحصاء لعدد كفاءة إن الأهلي الإحصاء لأخير عن عدد البطولات أو عدد المباريات اللي تحققت مكسب في خلال سنة من أكتوبر اللي فات لأكتوبر الحال الماضي الأهلي التالت العالم في كرة القدم كان لا يسبقه إلا منشستر سيتي وريال مادريد والأهلي التالت العالم الحقيقة إنجازات رفيعة المستوى جدا يفخر بها كل أهلاوي لكن كمان جاء الحديث عن جائزة جلوب سكر اللي نشرت مساء الثلاث قوائم المرشحين للجائزة اللي بتحظى باهتمام دولي كبير ومن خلال حفل كبير هيقام فيه أبو ظبي في ديسمبر القادم الحقيقة أضيف إليها اهتمام عربي كمان في ظل الأسماء الكتيرة اللي نشرت الجائزة بتمنح فاربعتاشر فئة مختلفة وحفل الجائزة زي ما قلتلكه هيقام أو هو بتعمل سنويا في دبي بقاله من عشر عشرة كريم بن زيمة كان آخر من حقق الجائزة في فئة أفضل لاعب عن السنة اللي فاتت عشرين اتنين وعشرين وبيعد كريستانو رونالد هو الأكثر تتويجا بالجائزة خدها خمس مناسبات مختلفة أخرة في 2019 التصويت فيها التاريخ 2019 ده هو ده الغرابة إن في السنة كبيرة بيقدر يحصل عليه التصويت بيلعب دور أساسي في عملية اختيار الفائزين عشان كده ده مهمة جماهير الأهل يمكن الرابط بتاع الجائزة كل الناس بتنشره فمطلوب مزيد من التفاعل ومزيد من الاهتمام من جماهيرنا الكبيرة الجائزة بتعتمد بنسبة 100% على التصويت طريقة التصويت يمكنك التصويت على مختلف فئات جائزة جلوب سوكر عشرين تلاتة وعشرين من خلال الموقع الرسمي للجائزة وبعد الدخول للموقع هتختار الفئة وتصوت عليها حفل الافتتاح زي ما قلتلكم هيتعمل في دبي إمتى 14 يناير عشرين أربعة وعشرين يعني وقت طويل للتصويت قيمة المرشحين لأفضل لعب في العالم نجمينا العلام الكبير محمد صلاح على رأس قيمة كبيرة جدا مش بالضروري إن هي تبقى مترتبة لأن فيها كريم بن زيمة وفيها ياسين بونو وفيها لازال على فكرة طبعا هالند موجود وهاركين موجود لازال لونيل ميسي ومازال كريستانو رونالدو القائمة ولوكا مودريتش قائمة طويلة جدا أنت بتختار اللي بتصوت له من خلال أفضل لعب نتمنى أن كل جمهورنا يهتم بالتصويت لنجمينا العلام الكبير محمد صلاح إن شاء الله إن شاء الله صلاح يكون مستحق الجائزة أفضل مدرب في العالم وده باردو تاني بصوا قيمة النادي الأهلي الأهلي بيحط مارس الكولر على قيمة المرشحين بنفسه بقى نخبة من كتير جدا من مدرب العالم لما أنت تلاقي كولر بينافس مع كارلو أنشلوتي ومع سيمون إنزاجي ومع سكلوني ومع توماس تخيل يعني نخبة من المدربين العالميين لمختلف الأندية والمنتخبات العالمية إنه يتحطى باش مهندس مارس الكولر بعد سنة أولى لهم على الأهلي ضمن 15 مدرب على مستوى العالم منهم أسماء طبعا مخيفة وهو بقى تعود على الاسم من صوابق التكرار والمكانة هو ده اللي بيهدد واحد بيختاحم هذه القائمة الأول مرة بس هو بيختاحمها من خلال النادي الأهلي فهو حيعاول برضو على قوة النادي الأهلي وجماهيرو طيب فيه جائزة أفضل لعب خط وسط أيضا يمكن ما عندناش حد فيها لكن خلينا أقول لكم على حاجة أفضل لعب في الشرق الأوسط يعني ده برضو شريحة أخرى في الجائزة نجمنا وحارسنا العملاق محمد الشناوي ينافس على أفضل لعب في الميدل إست أنت متخيلين أنه ده من 12 لعب معه رياض محرز ومعه كريم بن زيمة ومعه عبد رزي حمد الله ومعه مراد باتنة ومعه سلم الدسري وطبعا كيرسان ورونالدو كمحترف في النصر السعودي وعلي مبخوت لعب الجزيرة الإماراتي وعلي خندرو روميرو لعب العين الإماراتي حتكتشف أن السعودية لها نصيب الأسد لأن النجوم دي كلها راح تلوم أيها ومشيل أولنجا لعب الدحيل القطري قيمة أنه محمد الشناوي حارس المرمى يدخل ينافس على أحسن لعب في الشرق الأوسط أعتقد دي مسألة كمان كبيرة جدا ورفيعة في أفضل لعب مفضل لدى الجماهير النجم الجماهيري حتلاقوا إن شاء الله محمد صلاح موجود فيها وفيها نيمار وفيها رونالدو وفيها طبعا روبرت ليفاندوفيسكي وجونيور برضو وجونيور وليونيل ميسي وهالند دول كلهم وهاركين دول اللي جايزة أفضل لعب مفضل لدى الجماهير أتمنى أنه جمهورنا برضو يصوت بكسافة لصالح محمد صلاح كأفضل نجم لدى الجماهير أفضل نادي في العالم بيتنفس عليه عشرين نادي على هذه الجايزة لما يكون الآلة على رأس القايمة اللي فيها روما ويونيوم برلين وفاينورد الهولندي في لومونيزي البرازيلي اللي صعد لكأس العالم للاندية والمفروض موجود في سكة الآلة إن شاء الله تعالى الأهل يواجهوا بإذن الله فيها البايرن ميونيخ فيها إشبيلية فيها الإنتر ميلان فيه مونشستر سيتي فيه باريس سان جيرمان وفيه بوكا جونيورز وفيه طبعا الهلال والاتحاد من السعودية وفيه الوداد المغربي وأراوة ريد ديمونت وبنفيكا واستهام يونيتد والقايمة شاهدت خروج أندية بحجم ريال مدريد وليوفنتس وليفربول ريال مدريد ده الفائز السنة اللي فائز متوج بالجائزة لكنه حسب العدد خرج من قيمة السنة جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط أيضا فيها النادي الأهلي بنفس الآلة على جائزة الفريق الأفضل في الشرق الأوسط ضد أربع فرق سعودية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والدحين والريان من قطر وشباب أهل دبي من الإمارات إذن فرص الأهلي كمان إن شاء الله تكون كبيرة سواء في أحسن نادي في العالم أو أحسن نادي في الشرق الأوسط كبر النساء ملناش فيها بقى ما فيش داعي إن إحنا نقعد نقرأ أسماء مش هنعرف حد فيها وهنا جودة يعني النادي الأهلي يتردد اسمه في هذه التصويتات في أربع خمس مناسبات أفضل مدرب أفضل نادي على مستوى العالم أفضل نادي على مستوى الشرق الأوسط هنجودة أفضل في الإبداع الرياضي الشناوي في أفضل لاعب محمد صلاح مناسبتين موجود فيهم يعني نرجو إن ما لا يدرك كله لا يدرك يعني نجمنا كأفراد يحاولنا بعض الانتصارات طيب صديقنا العزيز الدكتور أحمد سابت المؤرخ والموسق والمحلل في قناة الأهلي الحقيقة مش سايب حاجة حتى السلة فبعت لنا إحصائية عن لعيب الأهل الأكثر تسجيلا للنقاط في مباراة اليوم قدام للتحدي سكندري إيهاب أمين في الصدارة بـ 26 نوطة عمر الجندي 20 عمر طارق 15 عيسى 8 ومروان سرحان 5 وعمر زهران 4 وأحمد مهيب 3 ومصطفى كيجو 3 ويوسف المعداوي 2 أعتقد كانت مباراة قوية جدا إذن أمين عودته مهمة جدا وتديك أمل أن بإذن الله والجندي السلاسي ده الجندي أمين عمر طارق مع زملائهم تعرض سمير لإصابة قبل الماتش مش كده ملعبش النهار ده ملعبش فده برضو خسارة كبيرة لكن أنا شايف الفريق دفاعيا بتحسن نجومنا بيستردوا مستوام حتى اللعب الأجنبي كل شوية عيسى مفاجئنا بحاجة ترجعنا للمباراة من مباراة المفضلة هي مباراة الزمالك الماضية فنرجو أنه قدام سموح يكون الدنيا تحسنك كمان أكتر من كده طيب الزميلة هنا أبو القاسم كانت مع نجوم الأهلي بعد الفوز هنشوفها في هذا التقرير في لقاءتها مع نجوم الأهلي ونطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل برحب بيكم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ألف مبروك لكل الجماهير الأهلوية النادي الأهلي بيتأهل لنهاء دوري المرتبط رجال النادي الأهلي كالعادة بيثبتوا أنهما على قدر كبير من المسئولية وأنهما رجال الموقف الصعبة ومعي في هذه اللحظات بقى أحد نجوم مبارات النهاردة طبعا كامتون إهاب أمين في وجه ألف مبروك لفوز النهاردة رح أنت عملت جيم كبير جدا أنت الطوب سكورر فأكيد ببارك لك وعزاك تكلمني عن أجواء المباراة لا بقى كفيك الحمد لله يمكن ماتشاط الاتحاد دايما بتبقى صعبة فرقة كبيرة مختلف بتاعهم كويس أوي أنا سمي أحسن لعيبة في العرب وأفريقيا بس أنا طبعا يعني عايز أشكر اللعيبة ودايما الناس ممكن تبقى بتتكلم على فردة أو اتنين أو ساعة مستر جوستي بس إحنا يعني كفريق ده جيل ذهبي عمر الجندي عمر طارق عمر زهران أحابو النصر سيف سمير سيف سمير كابتن الفرقة مصاب مصطفى كيزو مؤمن طري الخير معداء ويسوف معداء مش عايز أن ساحات بس ده جيل ذهبي في نادي الأهلي وإن شاء الله نبدأ مكمل سنين كتير بور العرب في سكندرية في السعودية في قطر دايما ورانا في كل حتة وكان ليهم دور كبيرة في مكسب النهاردة وإن شاء الله نقدر نفرحهم بالنهائي إن شاء الله يمكن عندنا جهاز فاني على أعلى مستوى مش بياخدوا كرية كتير مستر جوستي كابتن أحمد الجرحي وكابتن نومد دياستي عملوا معنا شغل كبير قوي بعد أول ماتش ويمكن عمل لأ جاسمس كتير قوي بعد أول ماتش النهاردة ودفعنا أحسن كتير وأعتقد ده كان يعني سبب أهم أهم سبب من أسباب الفوز النهاردة بشكرهم طبعا يعني مهما قلنا دايما ورانا في الخسارة قبل المكسب وينكف بطولة عربية بعد مخسرنا حيونا بعد السيمي فاينل وبعد مخسرنا ماتشاة والرابع وبعد مخسرنا ثالث العالم وقفوا ورانا وهم عارفين إن الجيل ده مش إن شاء الله إن شاء الله يفضل سيطر على الكرة سلم المصرية في السنين الجاية لو قدرنا نحفز على اللعيبة دي بسنورة ولعيب كبير ما ما يحصل الفرقة النهاردة كلها كانت رجالة جدا قدرنا نعوض هزيما في الماتش أولاني بنشكر جماهيرنا والحمد لله المكسب إحنا بضلنا مع بعض وبيضلنا عارفين إحنا كنا واسكين في نفسنا واسكين في يعني في في التعليمات جند جند في التعليمات اللي واخدنا وإحنا كنا عارفين نرجع بشخصيتنا إحنا الحمد لله متفوقين آخر فترة محليا وإن شاء الله لسه يعني اللي جاي برضو بتاعنا بطول السمق الستويتش نهاردة لسه مفاينل التركيز دا كله يبقى في الفاينل بس أنا الحمد لله نتروحنا حلوة جدا النهاردة وكنا متحمسين جدا يعني لحصل المماتش اللي فات من لعيبة التحاد ما كانش بنسبانا يعني حمسنا أكتر هم كانوا قبل ما الماتش يخلص بيحتفلوا وبرقصوا جوه الملعب وحصلت فزاك كتيرة بس إحنا كنا هدين خالص وركزنا جوه الملعب وردنا جوه الملعب الحمد لله بشكرهم جدا هم اللعيب رقم واحد هم أحسن اللعيب في الماتش وهم يعني هم يعني هم السبب الأسيسي بها قد ربنا بالمكسب الحمد لله والله الحمد لله يعني ربنا سطارها كده في التمرين وكان فيه جزع إن شاء الله هقود شهر ونص ممكن يعني زيادة شوية بس الحمد لله يعني ربنا سطارها كنا متوقعين حاجة أسوأ من كده بس الحمد لله يعني ربنا سطارها والله إحنا عادنا مع بعض وتعهدنا إن إحنا هنقاتل لغاية آخر دقيقة وإن إحنا هنموت نفسنا وإن إحنا هنلعب مع بعض وإن إحنا يعني إحنا أحسن والحمد لله ربنا أثبت ده لإن إحنا كل الناس عارف إن إحنا يعني بنحب بعض وإن إحنا يعني بنموت نفسنا فالحمد لله ربنا كرمنا النهاردة والله أنا بشكرهم قوي يعني يمكن الماتش اللي فات أنا عارف إن هما كانوا ما كانواش عايزين يشجع عشان اللي بيحصل في فلسطين ربنا يصبرهم يا رب والنهاردة بشكرهم فعلا فعلا يعني اللي لهم ما كانش مماتش ماشي كده هم بيدونا الدفعة هم اللي بيخلونا إن موت نفسنا في الملعب كده خب أشكرهم ومستنينهم في الفاينل بقى إن شاء الله